اشتركوا في القناة طبعا ما حدا يعلق علي وعادي اسمعوا طنشو لفت انتباهي شيء غريب جدا اول امس نزلت انا رقية الحسد يبل ما انا اعمل لها نشر يعني نشرتها ولسه بدخل على الصفحة عشان اتأكد منها اسمع صوتها لقيت واحد عاملي ديسلايك بس يعني هذا الاشي ضحكني حبيت استفهم يعني ايش هال وش ذا الله يسعدكم حبيت اضحككم معي بس سؤال اليوم رح يكون بضحك اكثر من هذا الديسلايك هو الحرب العالمية الثالثة او الحرب العالمية العنيف القادمة او يوم القيامة او علامات القيامة او كل هالكلام هذا اللي طلع وسمعناه وناس ادلت بدلوها فما صادت فيه الا قلت القيمة يعني احنا حكينا فلكيا انه فيه زوايا خطيرة حكينا فيه توقعات السنة انه فيه اشياء مرعبة حكينا انه فيه تهديدات حكينا فيه اغتيالات حكينا فيه انقلابات حكينا لسه فيه ثورات حكينا انها سنة مكملة لالالالفين وتسعتاش يعني نفس الاحداث بده تتكمل معنى الفين وعشرين بس يعني انه نصل لحرب عالمية وبتفنى كل الارض وما يظلش غير اللي كتب او اللي حط الفيديو يعني اي ما مرتش عليه جديد يعني طيب خلينا نشرح ايش جواب على هذا السؤال واعتقد انكم هيك عرفتوا شو الجواب يعني هذا يا اخواني الاعزاء يا حبايب يلبي من خلال السنوات الماضية كان فيه هبه هيكي طلعت على بعض القنوات التلفزيونية استضافوا فيها هم ثلاث اشخاص يعني اللي انا بعرفهم هم ثلاث اشخاص هدولا المشهورين يعني استضافت هالاشخاص هدولا اللي انا شايف حريق وانا شايف انقلاب وانا شايف فلان بدو يموت وانا شايف محاولة اغتيال لفلان وانا شايف زلزال وانا شايف غرق تسنامي بدو يغرق البلد الفلاني انا شايف وباء وفيروس وبدو يخش يحصد تلتين اهل الارض وانا 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 ومن هالكلام هد طبعا هذا كله ياتوا كلام كثير انا حكيت عنه في السابق وحتى حكيت عنه على محطات تلفزيونية هدولا اشخاص ما الهم علاقة في علم الفلك ولا الهم علاقة في اي علم روحاني هدولا اشخاص مدفوع لهم ومحكي لهم ايش اللي يحكوه يعني هذا اشي اكبر من العقول انه ينفهم ولكن احنا لانه منشتغل في المجال الاعلامي لسنوات طويلة وانعرض علينا نفس العروض وانحطينا في نفس المكان عشان نحكي زيهم واكثر منهم كمان لجهات معروفة شيهي ضد جهات معروفة ايش هي عشان اثارة الاشاعات والمشاكل والفتن والخوف والرعب وبدمروا هاي البلد اقتصاديا وبثيروا الرعب في هاي البلد عشان محدش يروع عليها وبخوفوا الوزير الفلاني يعني انك تحت العين وبخوفوا مش عارف مين عشان انتي فكل ياته هذا امر مرتب وفي ناس وراهم كبار فاللي بتسمعوا هذا لا تعلقوا في راسكو لانه كل ياته سياسة سياسة يا خي سياسة ما تحط براسك فالمهم في ناس حب انه يمشي على ممشاهم يطلع يحكي هاي الاشياء واقتران بلوته بالمريخ واقتران بلوته بزحل واقتران والزاوية التي سوف تصدم العالم الحرب العالمية قادمة فلا حرب بلا كلام فاضي بالمنطق وبالعلم اورانوس موجود في الثور لما كان موجود في الحمل البيت اللي له علاقة بالجيوش صار فيه ثورات عربية انتقل للثور الثور البيت اللي له علاقة بالبنوك ورأس المال والكواكب كلها متجمعة وين في الجدي والجدي هاد مسؤول عن ايش يا حزركم مسؤول عن ايش مسؤول عن كل اشي الو علاقة بالمحاسبة والمالية والاقتصاد والعملة طيب لما بصير في زاوية تربيع او زاوية خطيرة او زاوية اقتران ان كان في برج الجدي او بين الجدي وبين اورانوس اللي في الثور او هيك وهيك شو بدي يكون يعني حرب ايش تهديدات بدها تكون على ايش في غير الاقتصاد في الساحة في غير الاقتصاد ما في غير الاقتصاد اذا هي حرب اقتصادية فقط لا غير طيب بعض الاشخاص قالوا لا ما هو زحل بس يروح عدلوا بده يسوي زاوية تربيع بدها تصير مع اورانوس طيب بدلوا مسؤول عن ايش مسؤول عن الاعلام مسؤول عن التكنولوجيا مسؤول عن الاشياء الثقافية مسؤول عن المفاجآت مسؤول عن التمرد طيب وين الحرب هون وين الجيوش في الموضوع وين العسكر وين القيادات وين يعني بدها تصير حرب اعلامية وملاسنات اعلامية وقنوات اعلامية هادفي تهدف لتدمير الشعوب وتخلفها وتجهيلها زيادة عن ما هي جاهلة بزيادة اشخاص تظهر على الساحة الها قنوات تحكي في نفس المنطلق هاد في نفس الاشياء هاي اما لما نيجي نحكي احنا مين اللي ممكن يعمل الخطر الاكبر نحكي المريخ هو الوحيد اللي بتحرك وهو الوحيد اللي مسؤول عن الحروب خلال السنوات هاي بالذات لانه ما فيه زوايا بالدلع حرب لما يجي يدخل على الحمل بده يعمل زاوية تربيع طيب قوته هو موجود في الحمل اللي هو بيته برج الحمل بيت الكوكب المسيطر عليه هو المريخ معناته فيه اول دخوله سعيد وبده يتراجع المريخ طيب لما يتراجع بصير منتحس طيب ايش هالحرب الطاحنة الضروس اللي بدها تصير في مدة تراجع المريخ يعني بدقدر نقول تهديدات صاروخ من هون تفجير من هون شغلات زي هيك غزوة سريعة هيكة واعلام بسفيلها ودنيا بتسفيلها ومجلس الامة بالأمم بيجتمعلها وبوقع واخر ايش الاتفاقيات الاقتصادية اللي هم بدهم اياها وطبتم سالمين هيك انا اعتقد اني جوابت على اكثر من سؤال في جواب واحد خلينا الروع الابراج احسننا حكينا ان القمر موجود في الجدي في منزلة سعد بلع ورح يستمر تواجد القمر في هذه المنزلة يعني حتى ساعات الفجر تقريبا فمنزلة سعد بلع حكينا هي للعلاج للفراق واتلاف الاموال والحرية ولكن بعد الفجر بنتقل القمر لمنزلة سعد السعود بتدل على توطيد العلاقات على المصالحات على تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة على الحرية على الربح على التفريق وحكينا شرحنا يوم امس عن التفريق حكينا ان التفريق مش معناها التفريق بين زوجين هي التفريق بين كل شيء حتى لو كانت مشاجرة التفريق بين شركة انك تدخل تعمل فيهم مشكلة يفترقوا عن بعض احنا ما منندل على الشر التفريق بين رئيس في العمل ظالم وبين موظف ممكن ان تتفرق النزاع اللي ما بينهم بهذه الطريقة وقيس عليها بما انه اغلب النهار رح يكون القمر موجود في الجدي يعني بدها تظلها نفس الطباع تأثير القمر في الجدي هي نفس الطباع اللي رح تنتقل معنا حتى لنهار الغد اللي هي انه منضلنا على طبيعتنا الجادة منحاول انجازها عملنا المتراكم منجد انه الامور بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا شوي روح التشاؤم والكسل والملل والشغلات اللي لها علاقة بالروتين هيك منحبهاش علينا الاجتهاد اكثر في هاي الفترة منقدر انه نبدأ بمشروع او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية شراء بوليس التأمين اي شيء من هذا القفيل بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل معنا اول زاوية هي زاوية رح تكون الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن على الساعة 22 و 18 دقيقة هاي الزاوية زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وزحل في تمام الساعة 22 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيش بما انه هاي الزاوية سلبية معناته رح نواجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد اكبر عشان نتغلب عليها بانفسنا وانه ما نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب للماضي بدل مواجهة الحاضر بهاي الساعة اللي هي الساعة 22 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيش بيصير فيه خلو المسار رح يستمر خلو المسار حتى الساعة 21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وهذا بعني انه الفترة ما بين الساعة 2 الفجر لغاية الساعة 1 و 3 عصرا هاي فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي احنا بدين فيه يبل خلو المسار الساعة 21 دقيقة بتوقيت جرينيش عصرا بكون القمر انتقل للدلو وبلش يشكل اول اتصالات لالو وبتصير هيك تأثيرات الابراج علينا هي وجود القمر في الدلو في زوايا رح تتشكل بعديها ولكن اليوم ما رح نحكي عنها بكرة ان شاء الله في حلقة بكرة رح نحكي عنها اللي هي تربيع بين القمر وارانوس واقتران القمر مع الشمس يعني ولادة القمر في برج الدلو بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون يوم خمسة وعشرين واحد ببدأ الساعة سبعة وست دقائق مساء بتوقيت جرينيش بيستمر حتى اليوم التاني لتمام الساعة احداش وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بعد منتصف الليل يعني هاي فترة خلو مسار طويلة اكثر من اربع وعشرين ساعة فعشان هيك يبدو يكون في نهار عنا فرغم من الحضوث تماما بعدها القمر بيكون انتقل لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الان في انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة فجرا بيصير عمر القمر ثمانية وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتكون اثنين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وانتقالاتها القادمة الشمس في الدلو حتى تسعتاش اثنين مزاج ومنتحس القمر في الجدي والدلو لانه بدينتقل بين الجدي والدلو فبنذكر احنا البرجين حتى ستة وعشرين واحد مزاج ومنتحس عطارد في الدلو حتى ثلاثة اثنين مزاج وسعيد الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين مزاجها ومنتحس او بنقدر نحيي منتزج بين النحوس وبين السعادة طول اليوم متقلبة المريخ في القوس حتى ستة عش اثنين مزاجه ممتزج المشتري في الجدي حتى اربعة عش خمسة مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى حدعش خمسة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى خمستعش ثمانية مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين اربعة مزاجه ممتزج طبعا بالنسبة للمشتري وزحل اورانوس نبتن بلوتو التواريخ اللي انا حطيتها هاي تاريخ التراجع تبعها مش تاريخ انتقالها من برج لبرج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني بدكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر تلتقوا الاصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا بتكثر في هاي الفترة الاتصالات والمواعيد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر بنصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه امر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات هاي فترة واعدة برج الجوزاء تنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة اهم اشي انكو تخففوا من النفقات حتى ساعات العصر بعدها بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات في لقاء او فرصة تفتح امامك ابواب السفر او التسويق او النشر او الدراسات العليا رح تفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اهم اشي انك تتحرك على مختلف الاصعدة برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم اللي هي شراكتكم المالية والعاطفية وبتظل الاجواء الرومانسية مشجعة شيئا ما حتى ساعات العصر بعد العصر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تعملوا تعديل على نمط حياتكم عشان تتماشى مع التقدم والتطور مع محيطك باطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ سابق وبرضو بتقدر انك تكرر المحاولة لمعالجة اي اشي سبق وكان فاشل برج الاسد نفس الاشي بتكو تحافظوا وتنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم العاطفية والمالية بتكو تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلو الكلام وما توجه ملاحظة لان خصمك شوي رح يكون قوي ويمكن ما يرحمك تحمل لك هاي الايام ارتباط مهم يا على المستوى العاطفي يا على المستوى المالي مستوى الشراكة حافظوا على هدوء اعصابكم واهم اش انك ما تكون عدائي برج العذراء ترغبوا التقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم حتى ساعات العصر يعني فترات رومانسية وعاطفية حتى ساعات العصر بعدين بتراكم العمل عندكم لا تهملوا صحتكم بعد العصر بتكو تحاذروا من التعب الصحي او الجسدي لانه ممكن يمنعك من اداء واجباتك اليومية تظهر مسائل عائلية او شخصية طارئة وممكن تشعر بتوتر في هذه الفترة برج الميزان بتظل الامور البيتية والعائلية هي هي اللي بتشغل فكركم او شغلكم الشاغل حتى بعد ساعات العصر تشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح عندك تشتد عزيمتك وممكن تعمل خطوة تكون مباركة بالنسبة لك لبداية بشيء مهم ممكن تتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط الانفاس بعد كل هالعواصف اللي عصفت خلال الفترة الماضية برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات وبكون عندكم تعامل يا مع اخ يا مع جار خلال فترة ما قبل العصر اما بعد العصر بتفضلوا اللجوء للبيت وللعائلة اهم اشي لطفوا الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن تثير اضطرابات وشوي هيك تنكد عليك فبدك تمسك اعصابك اهمش انك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد واهمش الالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بتظل الفرص المالية موجودة ولكن برضو النفقات لسه بتظلها موجودة لغاية ساعات العصر بعد العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تعمل رحلة او تطلع رحلة او مناسبة او شيء من هذا القبيل رح يكون عندك نشاط كبير ويكون عندك اتصالات كثيرة واتصالات واسعة ممكن هاي تجيب لك اتفاق او مصالحة برج الجدي برج الجدي بيظل عندكم نشاط كبير لدرجة انه برضو بتقدروا انكو تنجزوا لكثير من مشاغلكم خلال ساعات النهار اما من ساعات العصر بتكو تعيدوا تنظيم ميزانيتكم ما تغامروا باموالكم فترة حذرة ماليا ومعنويا ما تتسرع في اتخاذ قرار حاسم انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن من اللي حواليك في هاي الفترة برج الدلو يعني بظل التعب لسه مسيطر عليكم وبتظل ما عندكم رغبة انكو تواجهوا مشاغلكم حتى ساعات العصر ومن ساعات العصر بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء يا بمشروع او خطة جديدة عندك طاقة كبيرة وكافية للانطلاق باي مشروع جديد او لحسم امر عالق وممكن برضو يكون في خبر صار اليك خلال هذا النهار برج الحوت بتنشطوا بين الاصدقاء وبين المعارف حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم بتكو تتجنبوا اتخاذ اي قرار حاسم ومهم لانها هاي الفترة فارغة من الحضوض وفاشلة حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك خلال هاي الفترة لان القمر راح يكون موجود في بيت متاعبك انتظر واجل الامور لحد دي ما القمر يوصل لعندك عشان تبدأ انت فترة تكون ممتازة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم الي فترة انا ما ذكرتك انه تحت فيه اشياء تكبسوا عليها فيه كبسات تحت فيه ديسلايك بالله الديسلايك هذولا فيه 14 واحد بس بتابعوني يعني معلش ما حدا يتعدى عليهم فيه 14 واحد بتابعوني بس بخشوا عشان يعملوا لي ديسلايك بيسمعوا بيحطوا ديسلايك فمعلش يعني هذولا الاربعطاش والله لما بيغيبوا يعني بفتقدهم انا فاخليلهم ميان عشان اظن مركز عليهم يعني عارف انهم حضروا ولا ما حضروش تابعوا ولا ما تابعوش بس فيه عندكو كبسة اللايك الكم انتو اللي عجبتكو الحلقة او بعجبكو حلقاتي بتقدروا تكبسوا عليها كومنت تحت سؤال استفسار دعاء برضو بصير سؤال بحابين نعملوا الحلقة الجاي برضو بتقدروا تكتبوا لي وبكون شاكر لكم الشير معني مع تقدش كتير ناس بعملوا شير لانه يعني بقول لك اي ابراج اروح اشيرها ع صفحتي بعدين الناس يحكوا عني انا بتابع ابراج يعني ممكن بريستيج بعضكو ما بسمح له انه يشيرها فعادي بعذركو اما اللي بشيروا فانا شاكر لهم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء